اشتركوا في القناة ادموا صومكن حتى قيمتاتكن الصغيرة اللي بتعملوها تنقطوا عن شي بتحبوه ادموا عنية العدرة بها الفترة العدرة كتير عايزتنا التحتيه لتقدر بتقول اتمم ما بدأته بفطيمة وتكمله في ميديجوريا بتقول العدرة برسادة اسمعه اولادي الاحباء صلوا معي من اجل السلام العدرة اللي عم تحكي لان الشيطان يريد الحرب والكراهية والبغض في القلوب وفي الاوطان كل اللي عم تشوفوه انقسامات وناس حقدي عبعضة وناس تشتم بعضة بالسياسة بالاحزاب ما حدا بقى فيه محبة بقلبه وهيدي الحرب بتبلش بتقول العدرة هون بعدين تنتقل لبرة اذا ما حربت انتو جوا وطلبت سلام ربنا يسكناك الحرب ساعتا اقل مشكل بتلاقي ولا على الدنيا وربك علي ملوان بيتطور وهذا اللي عم بصير لذلك صلوا وفي نهاركم هذا اللي عم تطلبوا العدرة قدموا تضحيات بالصوم والتكفير عن الخطايا ليمنحكم الله السلام المستقبل هو على مفترق طرق هاي اول مرة بتقول العدرة المستقبل ما رح يبقى مثل ما هو هلأ نحن عم افرق طريق في شي بدو يتغير بالكون لان الانسان المعاصر لا يريد الله لذلك الانسانية تتجه نحو الهلاك كلام كبير الهلاك بيش الله بيبعدني عليه والشيطان بيش قوي لان الانسان المعاصر لا يريد الله قوي الشر مثل الانسان ما بده النور تجي العتمي فيش تالد جيب النور تفل العتمي انتم يا ابنائي كونوا رجائي انتم امالة للعدرة ما عنده بقى الا البعض بيصلوا صلوا معي حتى يتحقق ما بدأته في فطيمة وهنا في ميديوريين صلوا واشهدوا على السلام في بيئتكم وكونوا رجال سلام شكرا لاستجابتكم ندائي شو عملت بفطيمة بفطيمة عطيت تلات اسرار اول سر فرجتن رؤية جهنم واعداد هايلي من البشر عم تنزل لتحت وبيشوفوا الولاد مرى شقرة كتير حلوة واقف على شط من بحيرة من نار ونفوس عم تنزل فيها بألام هايلي وبتقول سر لسي لو لم تعدنا العزراء مسبقا انها ستقودنا الى السماء لكننا متنا من الخوف وبشوفوا هالبنت الحلوة بتطط بالنار وبتطلع من مال تاني وحش عم بيسبو يلعن عا اسم الله صاروا يصرخوا الولاد يقلولا للعذرة كيف بيسمح الله هايك الانسان يتقلم تبكي العذرة وبتقلن شفتوا هالستة الحلوة ما حدا ده فشا بملئ وعيه هاي نطيت معناته ربنا مش هو بدو يبعثنا لهونيك نحنا بوعينا الكفر اللي عم بصير رفض الله هو اللي عم بيخلي الانسان يوصل هايك مصير بتقلن العذرة توقف هالنفوس تنزل على هالأرض على هالمكان بدي يكن تنشروا أول سبت من الشهر المناولة التعويدية والانسان يرجع يعترف يتصالح مع الله وصلوا المسبحة أنا ما بخلي البشرية توصل لهون ما ردوا علي قلتلن إذا ما رح يتصالحوا الناس مع ابني وهذا السر التاني فرجيتون إيه إبليس لمسلمينه نرقابه رح يقودن لحرب أبشع من الهنفية وراحت البشرية على الحرب العالمية التاني يلي حصدت تسعين مليون قتيل ودمرت الأمم وبنهاية الحرب بيطلع مننا نظامان هلكوا العالم الرأسميلي والشيوعية بالسر التالي بتفرجيون العدرة واقف بالوسط ملك لجنبها عم يصرخ بيطلع من سيفه نار بدأ تحرق الأرض بيصرخ بسكان الأرض توبه وكانت العدرة تمتص النار ما تخلي الأرض تحتريق وعمالة اليمين بيشوفه رجل خطيار لبس أبيض تعبين عم يجتاز بوسط مدن محروقة وقتلة وبيطلع على جبل بيطلع جنود بيطلع جنود بأوصوب بعدين اتحققت بالسر التالي تايدا عندما اتقوص البابا يوحن بقوله ستاني وسقطته الشيوعية لما راحوا العدليوسية عم يسألوها إذا هو البابا المعنى قالتلون هاده البابا يلي شفناه بالرؤية سألوها عن سر الملك قلتلون الشيوعية كانت عم تحضر لحرب نووية بفضل تدخل العدرة سقطت الشيوعية وسقطت خطة الشيطان لدمار البشرية الظاهر هالشر يلي قشت العدرة وقفته بفطيمة ما وقف جاي تكمل بميديورية وبدأ تخلي قلبه وقلبي سوع يربح مش متل ما عم يبشرون البشرية مدري والرايحة بتقول العدرة رايحة عربيع جديد وكل اللي بحبوا العدرة بحمايتها قلبه على اللي ما سمعوله وبعده ماشيين مع إبليس الشيطان بدأ ترده عجهنم رح يخدهم معه مشان هيك عم تطلب منه نصلي لتوبتهم نصلي لرجعتهم لأن هاوليدة كمان كل اللي عم يعملوا الشر أرجوكم نحطوا هالنواية بصومكم تحتالي نربح قلب العدرة ونقدر نرد أكبر عدد ممكن من الخطأ بصلاة وإماتاتنا إلى التوبة لإلهي سوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا